اشتركوا في القناة للملك على ما قام بها من سؤال ومن مواصبة ومزيار تهيب في ألمانيا كانت لها أقعد الأثر في نفسي وعائلتي كذلك الشكر ليسموه لي الملك اللي أيضا جارني وتواصل سؤاله عني وأنا لهم شاكر على كل ما قاموا به تجاهي أثناء علاجية ودي أن أشكر جلالة الملك على كلمتها التي وجهها لإختلابها كانت كلمة في وقتها وكلمة وافية وأتمنى إن شاء الله للملك وللجميع الصحة والعافية إن شاء الله وقد أدل سعدت الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص الشكر إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على مشاعر جلالته النبيلة وما أبداه من اهتمام طوال فترة علاج سموه في الخارج تجسدت في زيارة جلالته لسموه وسؤاله الدائم ومتابعته الكريمة كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه من اهتمام ومتابعة وبزيارة سموه الكريمة للاطمئنان على صحة سمو رئيس الوزراء وحي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المواطنين الأعزاء والمقيمين الكرام على مشاعرهم الفياضة التي عبروا عنها بمختلف الوسائل وعبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي فرحة بما من الله سبحانه وتعالى على سموه بالصحة والعافية وفي هذا الصدد عبر مجلس الوزراء على بالغ فرحته وسعادته بما أفاء الله على سموه من نعمة الصحة والعافية داعيا المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمواصلة مسيرة العطاء والنماء والازدهار بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمضمون الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه إلى أبنائه الطلبة والطالبات وبما تشكله من حافز لهم وللكوادر التعليمية والإدارية لبذل المزيد في ظل الظروف الراهنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيدا سموه بما اجتملت عليه كلمة جلالة العاهل المفدى من معاني وتوجيهات سامية للالتزام بالنهج الوطني القويم في حماية وتقديم المصلحة العليا للوطن من جانب آخر فقد تابع مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات والجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد حيث أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المستمرة في سبيل التصدي لهذا الفيروس واحتواء انتشاره وبالإجراءات الاستباقية الفعالة كما تقدم سموه بالشكر للوزراء والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في تلبية احتياجات المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكوادر الطبية والتمريضية التي تقوم بأدوار بطولية استثنائية ولها ولشعب البحرين على وعيه والتزامه بالإجراءات كل الشكر والتقدير بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التحقق من وفرة السلع الاستهلاكية الكافية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ومواصلة الرقابة لتكون هذه السلع متوازنة من حيث الجودة والسعر كما وجه سموه بتكثيف فرق التفتيش لمراقبة الأسواق في الشهر الفضيل لضمان عدم التلاعب بالأسعار وكلف سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بذلك فيما قدم سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة تقريرا عن استعدادات الوزارة لتوفير السلع وإطالة مخزونها الاستراتيجي وجهودها الرقابية للحفاظ على أسعارها بعدها عبر مجلس الوزراء عن ترحيب مملكة البحرين بإعلان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية اليمنية بوقف إطلاق النار الشامل في اليمن مشيدا المجلس بالدواعي الإنسانية الحميدة التي يقف خلفها هذا القرار مراعاة للظروف التي يمر بها اليمن والعالم في مواجهة تحديات انتشار جائحة كورونا المستجد معربا المجلس عن أمله بأن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية بما يحقق الأمن والسلام ويكفل حلا سياسيا شاملا من جانب آخر فقد رحب مجلس الوزراء بما تم التوافق عليه في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة برئاسة المملكة العربية السعودية لما من شأنه إعادة التوازن لأسواق النفط كما أشاد المجلس باتفاق مجموعة العشرين التي تتولى المملكة العربية السعودية رئاستها في دعم سوق النفط والنهوض بالتنسيق الدولي لمواجهة جائحة الكورونا بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي أولا تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد بحث المجلس عددا من التوصيات المتعلقة بالرسوم الدراسية في المؤسسات التعليمية الخاصة وسبل التخفيف عن كاهل أولياء الأمور وذلك في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات بسبب انتشار وباء الكورونا في العالم وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية والتعليم بالاستمرار في حث بقية المدارس والجامعات الخاصة على مراعاة ظروف أولياء الأمور خلال الوضع الحالي الاستثنائي شاكرا المجلس ما أبدته بعض المدارس والجامعات الخاصة من استجابة واستعداد لخفض رسومها الدراسية ومراعاة ظروف أولياء الأمور وذلك بعد أن وقف المجلس من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير التربية والتعليم على الجهود التي قامت بها وزارة التربية والتعليم وتواصلها مع المدارس والجامعات الخاصة في هذا الجانب حيث وافقت العديد من المدارس الخاصة على خفض الرسوم الدراسية بنسب تتراوح بين 5% و10% وأكثر بالإضافة إلى تأجيل دفع القسط المطلوب للفصل الدراسي القادم من العام الدراسي 2020-2021 قبل نهاية الفصل الثاني وتأجيله إلى شهر سبتمبر القادم لمن يرغب من أولياء الأمور إضافة إلى النظر في حالات المتعسرين من أولياء الأمور لإعادة جدولة الرسوم المطلوبة منهم وإعفائهم من المبالغ الخاصة بالخدمات التي لم يتم الاستفادة منها كالمواصلات والتغذية والأنشطة المدرسية وغيرها وإعادتها إليهم إن كانوا قد دفعوها بشكل مسبق للفترة من أبرل إلى يونيو من العام 2020 أو خصمها من رسوم العام الدراسي المقبل فيما كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بدراسة الخيارات المناسبة بشأن أوضاع رياض الأطفال والعاملات فيها ثانياً وافق مجلس الوزراء على سداد أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر أبرل من العام 2020 وبحد أقصى مقدار الأجر المؤمن بموجبه وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ثالثاً بحث مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم 54 لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية واستعرض توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي رئيس اللجنة بشأنه وقرر المجلس إعادة إحالته إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة رابعاً وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون السجل التجاري وقرر إحالته بصفة الاستعجال إلى مجلس النواب وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ويسمح التعديل لوزير الصناعة والتجارة والسياحة نقل خدمات السجل المركزي للشركات المساهمة المقفلة من الإدارة المختصة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة المملوكة لبورصة البحرين وذلك حرصاً على زيادة الشفافية والمرونة في إدارة الشركات المساهمة المقفلة وتقديم خدمات إضافية دون الإخلال بخصوصية تلك الشركات وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة خامساً وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية نادي العروبة ونادي الخريجين ونادي الطيران والسفر من وزارة شؤون الشباب والرياضة إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأن تكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي الجهة الإدارية المختصة لكل منهم وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة سادساً حث مجلس الوزراء الوزارات والأجهزة الحكومية على سرعة التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية لتقديم خدماتها وإجراءاتها ومعاملاتها وبارك المجلس ضمن هذا السياق تدشين الخدمات العدلية والقضائية الإلكترونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتحول من استخدام النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية الحديثة والمتطورة في جميع المعاملات والخدمات للمراجعين والمتقاضين والمحامين والتي تأتي انسجاماً مع برنامج الحكومة في تيسير إجراءات التقاضي وتسهيل تقديم الخدمات العدلية وذلك من خلال اطلاع المجلس على مذكرة مرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتي شرح من خلالها مراحل تدشين النظم الإلكترونية والجهود المبذولة لتطوير الأنظمة الإلكترونية سابعاً وافق مجلس الوزراء على تحديث قائمة البحرين للإرهاب بإدراج أفراد وكيانات ذات صلة بتمويل الإرهاب إليها وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الخارجية ثامناً استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتوظيف التقنية الإلكترونية لتدريب العاملين والمتطوعين المنتسبين للجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبما يؤهلهم للحصول على شهادات احترافية في الإدارة المالية وذلك من خلال المنصة الإلكترونية التدريبية عن بعد والتي تم إطلاقها بالتعاون مع معهد الإدارة العامة بيبة وبما يلبي توصية مينا فاتف المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب في قطاع المنظمات غير الربحية وقد عرض سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية مبادرة المنصة الإلكترونية لتدريب المنظمات الأهلية عن بعد لرفع كفاءة المنظمات الأهلية في الإدارة المالية من خلال المذكرة المرفوعة إلى المجلس لهذا الغرض تاسعاً وافق المجلس على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لإعادة تخطيط سوق الرفاع المركزي وتطويره عاشراً وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة للسماح بقبول خريجي برنامج التعليم الفني والمهني في جامعة البحرين أحد عشر وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة يتعلق بمستشفى متخصص في المحافظة الجنوبية